استغلب مسلم مؤمن يشكو وحشا أو ضيق صدر أو يشكو الله غربة كيف؟ من كان الله معه مع الفئة التي لا تغلب من كان الله معه معه الأنيس الذي يشرح الصدر وهو الأنس بالله وبذكر الله ومناجات الله سبحانه وتعالى والصلاة وللحمد وقراءة القرآن هذه من أعظم المناجة ولذلك أي إنسان مظلوم أي إنسان مقهور أي إنسان يعني مورس عليه بعض مثل هذه التصرفات يلجأ إلى الله ما يروح يلجأ إلى الحزن وإلى الهم وإلى الغم وش يسوي إلى الحزن؟ يفتت كبده وينهي حياته لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى المسألة الأخرى يعني طريقة أهل الإيمان أنه دائما إذا مروا بمصيبة مرت عليهم الشيء يحاسبون أنفسهم قبل ما يحاسبون الآخري يقولون يا رب يعني اجعلها ابتلاء ولا تجعلها عقوبة واضح؟ يا أم إيمان قولي للوالدة يعني دائما أهل الإيمان إذا مر عليه مشكلة حتى الصالحين اللي يمكن بعضهم يعني عنده فقط يرتكب مثلا خطيئة صغير تجد الصالح ماذا يقول؟ يقول هذا بسبب ذنبي هذا بسبب تقصيري مع الله دائما أي شيء يحصل لهم يقول ها يرد التهمة إلى نفسه يرد السبب إلى ذاته يرد هذا إلى يقول بعض السلف يقول إن الرجل لما يدخل فيجد خلق زوجته متغير قال آه بسبب ذنبي لما دابته الدواب قبل الآن سيارات تتعطل شوف بعض الناس لما تعطل السيارة يسوي يسب السيارة وبعضهم يرفسها يرفس الكفرات أو التواير وش ذنبها السيارة السلف الصالح وش يقولون يقول هذا بسبب ذنبي ليش لأنه يرتقي بهذا يرتقي تجد بعيد عن المعاصي بعيد عن يحاول أن ينأى بنفسه هذه طريقة أهل الإيمان يفسرون هذه الأشياء تفسير لذلك الوالدة لو أنها قالت هذا بسبب تقصيري أنا ما أدري أخاف أني في الزمان الغابر سويت شيء مع أم زوجي مع أخت زوجي يعني أنا قصدي مبتهمة لا قصدي تقول يمكن حصل نخشى اللهم اجعلها ابتلاء ولا تجعلها عقوبة يا رب لأن الابتلاء المؤمن مبتلى وإذا حب الله عبدنا ابتله وعلى قدر كبر البلوة يكون الجزاء ولله الحمد كما صحت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام فعندها الأنس بالله عندها اتهام النفس عندها يعني العدم التفكير بمثل هذا الأمر الذي يذيب جسمها ويفتت كبدها وربما يقضي عليها الحزن غير ما أمر به في الإسلام الإنسان إذا حزن يحزن حزن يسير ترجمة نانسي قنقر